ماذا أنجز التحالف العربي في اليمن بعد ثلاثة أعوام؟ سؤال لم يعد يحمل إجابة واضحة فقد تعددت فيه أوجه الإجابات وتنوعت إسقاطاتها إما بناء على طبيعة القوى المناهضة للتدخل العسكري في اليمن أو تلك الداعمة له اتسعت العمليات العسكرية للتحالف واتسعت دائرة حرب الانقلاب وغابت فرص السلام وأخفق المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ في إقناع الأطراف بقبول خارطة الطريق الأممية الصعوبات العديدة التي واجهها المسار السياسي لم تكن وحدها تمثل العائقة في ملف الأزمة فقد كان ملف حقوق الإنسان أيضا واحدا من أكثر ملفات المرحلة تعقيدا إما بسبب عدم وجود إحصائيات واضحة ودقيقة لمجمل الانتهاكات وأعداد الضحايا أو نتيجة لضغوط عديدة تعرضت لها الجهات الدولية من أجل التغاضي عن الانتهاكات في بداية العام 2017 خلص تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة بيمن قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لقوانين حقوق الإنسان وكان التحالف على رأس هذا التقرير التقرير الأممي قال إن التحالف العربي إضافة إلى ميليشيا الحوثي وصالح قبل أن يتفكك تحالفهما العسكري قاموا جميعا بشن هجمات عشوائية على المدنيين علاوة على عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب المنظمات الحقوقية والإنسانية كان لها كذلك دور في الرصد حيث اتهمت منظمة هيومون رايتسووش التحالف العربي بمفاقمة الوضع الإنساني وكشفت عن معتقلات سرية تديرها قوات التحالف بعدا وعن تعذيب وسوء معاملة بداخلها لم يمر عام على التقرير الأممي للجنة الخبراء والإدانات الدولية السابقة التي وضعت التحالف العربي في أعلى قائمة الأطراف المرتكبة للانتهاكات حتى أتى تقرير هذا العام ليؤكد الفكرة ذاتها وبصور جديدة مثلت شكلا أكثر صرامة من الماضي تدخل الحرب عامها الرابع دون أفق أو حل واضح وهي سردية مأساوية ماتت فيها كل أشكال الحياة وتعددت بداخلها كل أدوات الصراع وبقيت المعاناة اليمنية ثابتة في كل المراحل